الشاب الجدع اللي قدام حضراتكم ده جبار بجد هو المهندس أدها ما بالنصر رئيس مجلس إدارة شركة CBT لتكنولوجيا الطاقة المتخصصة وهو أول مصنع ينتج المولدات في مصر تخيلوا وبالمناسبة المصنع النهاردة بينتج ألفين مولد سنوياً وبيخطط لإنتاج عشر تلاف ركزوا معه لأنه بجد شاب يفرح خلينا نتكلم في موضوع أنا مش مصدق إحنا بنصنع مولدات في مصر؟ بنصنع مولدات في مصر بجد لا أحكيلي وأتعرف على الحركة الأول وماشاء الله شكلك صغير فهجبنا الكلام ده منين ويعني إيه جمعنا بعض كمؤنسين في العالم ويعني إيه نهاية الخدمة فتحنا بها مصنع تخلنا شاركة معها إبدأ إيه اللي بيحصل ده؟ الحلم كان في البداية أنه نتحول من أنه نشغالين في شركات عالمية بتصنع مولدات فكانت الفكرة اللي إحنا نجمع بعض وبدل ما نكون بنعمل أو بنساهم في عودة الخواجة أنه نحن يبقى عندنا مولد مصري والمولدات اللي إحنا كنا بنصنحها بر مصر نصنحها في مصر وسهل صناعة المولد؟ صناعة المولد زي صناعة العربية صناعة المولد إزاي حول طاقة ميكانيكية إلى طاقة قهربائية مع الحفاظ على كل الحمايات غير كده أنه نشغالين دايما على الـ R&D أو البحث والتطوير إحنا حاليا نشغالين في في هايبرد سيليوشن بنضم المولد مع السولر بانيل مع الطاقة الشمسية مصر حاليا في تمانية جين فانشر في العين السوخنا بيصنعوا جرين هيدروجين فالخطوة اللي جاية اللي إحنا هيبقى عندنا مولدات تشتغل بجرين هيدروجين ودي طاقة نظيفة صناعة المولد كانت دايما إن إحنا إزاي بكل الكمبونمت دي موجودة في مصر إحنا عندنا حجم مولدات مصر من المولدات ستمائة مليون دولار تقريبا سنويا وإحنا يعني سيادة الرئيس وإطلاقوا للمبادرة الوطنية لتطوير صناعة المصرية مبادرة إبدأ كانت توجيهات واضحة عندنا سد فجوة استراضية عندنا توطين صناعة عندنا تدريب عمالة إحنا نستحق لإحنا نكون منتجين ولسنا مستهلكين صحيح ده كان التحدي إن إحنا أول ما أسسنا أول مصنع علينا في مصر وفي نفس الوقت إحنا وردنا مشاريع قومية في مصر زي مشروع الرمال السودة زي مشروع بحر البقر محطة بحر البقر غير كده إحنا اسمنا أو بالعربي بنفصل المولد على حسب الاحتياج طب حرك يعني قديني نسبة المكون المحلي قد إيه والمكون المستورد في المولد اللي حرك بتنتجه من مصر هنا إحنا فعند نجحنا بالوصول لنسبة مكون محلي تصل إلى 45% فإحنا المطلوب دلوقتي والتوجه كله إن إحنا بنجيب المصنعين العالميين كمان للأجزاء اللي ما زلنا بنستوردها طبعا استفادنا بقوة من زيارة السيد الرئيس للهند وزيارات المتبادلة من السيد الرئيس الوزر الهندي فأول إحنا طبعا بنات تابع الخطة فأول خطوات خدناها دعناهم يو صنعوا معنا هنا بالزبط يا فنم الشركة من أكبر شركات العالم وإن شاء الله حدركة تشرفنا في الافتدار هتصنع الدينامو في مصر بأيادي مصرية بكل التكنولوجي بتاعتهم بآخر التكنولوجي وصلولها عالميا وهي تلم تصنيعه ويكتب عليه بكل فخر صنع في مصر أنا كده مش عارف أتكلم أنا كده مش عارف أتكلم فأذنم إحنا كلنا بنسع ده أدي سعادة أنا مش عارف أتكلم من فرط سعاتي إن إحنا هنصنع المؤلد ده في مصر طبعا أسألك سؤال فاضي فأنا عشان تتابع المنتجات اللي انت بتطلعها من المصنع يعني الناس يبقى سهل بالنسبالي آه رابلي الناس المتخصصة فنيين يجي الحاني ناس زيت فيه معدة بازت فيه حاجة بازت قطع غيار أكيد أفندم وعندنا فرق صيانة منتشرة على نطاق الجغرافي لجمهورية مصر العربية كلها بل بعكس إحنا فيه مشاريع إحنا بنعمل مركز صيانة متنقل قائم في المشروع لحين نتعمل المشروع بكافة قطع الغير اللي ممكن يحتاجها وأهم شيء إن المهندسين السادة المهندسين الزملاء والفنيين مضربين على أعلى مستوى للتعامل مع كافة الأعطاء